بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ هايثا بن محمد سرحان حفظه الله نقدم لكم شرح الأصول والقواعد الفقهية المجلس الثالث الدرس الثالث عشر النسخ النسخ لغة الإزالة والنقل واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم مثلا فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب أو وجوب الصلاة لوجود الحيض فلا يسمى ذلك نسخا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللغض أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما النسخ جائز عقلا لأن الله بيده الأمر وله الحكم لأنه الرب المالك فله أن يشرع العباده ما تقتضيه حكمته ورحمته وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراده ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح والله عليم حكيم والنسخ واقع شرعا ومن أدلته قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وقوله فالآن باشروهن فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق وقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها أخرجه مسلم فهذا نص في نسخ له عن زيارة القبور يمتنع النسخ في الأخبار وفي الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان أما في الأخبار فلأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه كقوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابطون يغلبوا مئتين الآية فإن هذا خبر معناه الأمر ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها وهي قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين ويمتنع النسخ كذلك في الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك فلا يمكن نسخ الأمر بها وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساوي الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم شروط النسخ واحد تعذر الجمع بين الدليلين فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما اثنان العلم بتأخر الناسخ إما بالنص كقوله صلى الله عليه وسلم كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة أخرجه مسلم أو بخبر الصحابي كقول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخن بخمس معلومات أخرجه مسلم أو بالتاريخ كقوله تعالى الآن خفف الله عنكم الآية والآن يدل على تأخر هذا الحكم وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ الشرط الثالث ثبوت الناسخ واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا والأرجح أنه لا يسترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا لأن محل النسخ الحكم ولا يسترط في ثبوته التواتر ينقسم النسخ إلى أقسام باعتبارين باعتبار النص المنسوخ وباعتبار الناسخ أما النسخ باعتبار النص المنسوخ ثلاثة أقسام واحد ما نسخ حكمه وبقي لغض وهذا هو الكثير في القرآن مثاله آيتاء المصابرة وهما قوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين الآية نسخ حكمها بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم معالم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين والحكمة بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخة القسم الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجم فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زن إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحابل أو الاعتراف والحكمة اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة القسم الثالث ما نسخ حكمه ولفظه كنسخ حكم الرضاعات العشر السابق في حديث عائشة رضي الله عنها وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام واحد نسخ القرآن بالقرآن ومثاله آية المصابرة إثنان نسخ القرآن بالسنة ولم أجد له مثالا سليما ثلاثة نسخ السنة بالقرآن ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة أربعة نسخ السنة بالسنة ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا أخرجه مسلم من حكم النسخ واحد مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم اثنان التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال ثلاثة اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك أربعة اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى خف ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل وينقسم النسخ باعتبار خفة الحكم وثقله إلى واحد إلى أخف وهو كثير ومن قوله تعالى الآن خفف الله عنكم معالم أن فيكم ضعفا اثنان إلى أثقل ومثاله التدرج في تحريم الخمر حيث انتقل من الإباحة إلى التحريم وقت الصلوات ثم إلى التحريم الكلي ثلاثة إلى مساو ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس بالكعبة الدرس الرابع عشر الأخبار تعريف الخبر ولغة النبأ واصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف وقد سبق الكلام على أحكام كثير من القول فعل النبي صلى الله عليه وسلم واحد ما فعله بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم فلا حكم له في ذاته ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهيا عنها كالأكل بالشمال اثنان ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب ثلاثة ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل لأن الأصل التأسي به صلى الله عليه وسلم أربع ما فعله تعبدا فهو واجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على صح الأقوال وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته والأصل عدم العقاب على الترك فيكون مشروعا لا عقاب في تركه وهذا حقيقة المندوب مثال ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته قالت بالسواك أخرجه مسلم فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا ومثال آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لهيته في الوضوء أخرجه الترمذي وابن ماجة فتغليل اللهية ليس داخلا في غسر الوجه حتى يكون بيانا لمجمل وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا خمسة ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو الصنة فهو واجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا ومثال الواجب أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى وأقيم الصلاة ومثال المندوب صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية فالركعتين خلف المقام سنة وصف النبي صلى الله عليه وسلم مثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقه كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أشجع الناس متفق عليه مثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقته كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير أخرجه البخاري ملاحظة الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم عدم الخصوصية إلا لدليل يدل عليها تقرير النبي صلى الله عليه وسلم وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أم فعلا واحد مثال إقراره على القول إقراره الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء أخرجه مسلم اثنان ومثال إقراره على الفعل إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقول هو الله أحد فقال صلى الله عليه وسلم سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها فقال صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه متفق عليه ومثال آخر إقراره الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه ولكنه حجة لإقرار الله له ولذلك استدلت صحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل متفق عليه وزاد مسلم قال سفيان ولو كان شيئا ينهى عنه لنهان عنه القرآن ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم فدل على أن ما سكت الله عنهم فهو جائز تنبيه قد يأتي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء مع كون تركه أو لا وينقسم الخبر إلى أقسام باعتبارين باعتبار من يضاف إليه وباعتبار طرقه أما الخبر باعتبار من يضاف إليه فهو ثلاثة أقسام أولا المرفوع وهو قسمان فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره والقسم الثاني المرفوع حكمة وهو ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه ومن قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو نحوهما كقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض متفق عليه وقول أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا متفق عليه القسم الثاني من أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه الموقوف أي ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرافع وهو حجة على القول الراجح إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر فإن خالف نصا أخذ بالنص وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك القسم الثالث المقطوع وهو ما أضيف إلى التابعي فمن بعده والتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك وينقسم الخبر أيضا باعتبار طرقه إلى قسمين واحد المتواتر وهو ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطأوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس مثاله قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار متفق عليه اثنان الآحاب وهو ما سوى المتواتر وينقسم من حيث الرطبة إلى ثلاثة أقسام كما سيأتي أقسام خبر الآحاب من حيث الرطبة واحد الصحيح وهو ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة اثنان الحسن وهو ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعدد الطرقه ويسمى صحيحا لغيره ثلاثة الضعيف وهو ما خلى من شرط الصحيح والحسن ويصل إلى درجة الحسن إذا تعدد الطرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره التحمل والأداء واحد التحمل هو أخذ الحديث عن الغير اثنان الأداء وهو إبلاغ الحديث إلى الغير وله صياق منها ألف حدثني لمن قرأ عليه الشيخ باء أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأه على الشيخ جيم أخبرني إجازة أو أجاز لي لمن روى بالإجازة دون القرأة والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القرأة دال ألعن عنه وهي رواية الحديث بلفظ عن وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث هذا وللبحث في الحديث وغواته أنواع كثيرة في علم المصطلح وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى الدرس الخامس عشر الإجماع الإجماع لغة العزم والاتفاق واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقلا للإجماع وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي فلا مدخل له هنا إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع من أدلة حجية الإجماع واحد وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم والشهيد قوله مقبول اثنان فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول دل على أن ما اتفقوا عليه حقا ثلاثة قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمة على ضلالة أخرجه جماعة بألفاظ متقاربة أربع أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا فإن كان حقا فهو حجة وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله هذا من أكبر المحال وينقسم الإجماع إلى نوعين واحد القطعي وهو ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة ومثاله الإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله اثنان الظني وهو ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقرار وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام بن تيمية حيث قال في العقيدة الواسطية والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة انتهى وعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ فإنها لا تجمع إلا على حق وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر فإما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو منسوخا أو في المسألة خلاف لم تعلم شروط الإجماع واحد أن يثبت بطريق صحيح بأن يكون إما مشورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسعة للطلاع اثنان ألا يسبقه خلاف مستقر فإن سبقه ذلك فلا إجماع لأن الأقوال لا تبطل بموت قائلها تنبيهات الإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من هدوث خلاف هذا هو القول الراجح لقوة ما أخذه وقيل لا يسترط ذلك فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم ولا يجوج لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار فقيل يكون إجماعا وقيل يكون حجة لا إجماعا وقيل ليس بإجماع ولا حجة وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم وهذا هو الإجماع السكوتي وهذا أقرب الأخوال قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة وقال الإمام أحمد رحمه الله من يدعي الإجماع فهو كاذب أي في غير مسألة استقر على الإجماع فيها وضبط في القرون المفضلة الدرس السادس عشر القياس تعريف القياس لغة التقدير والمساواة واصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما أركان القياس واحد الفرع وهو المقيس اثنان الأصل وهو المقيس عليه ثلاثة الحكم وهو ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها أربع العل المعنى الذي ثابت بسببه حكم الأصل من أدلة حجية القياس واحد من الكتاب قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها وقوله كما بدأنا أول خلق نعيده وقوله والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض وهذا هو القياس إثنان من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك أخرجه مسلم وأن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود فقال هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فأنا ذلك قال لعله نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق متفق عليه وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره ثلاثة من أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر في كتابه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما في القضاء قال ثم الفهم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة ثم قايس الأمور عندك وعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشباهها بالحق أخرجه البيهقي قال ابن القيم وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل واستعمال المقاييس في الفقه في جميع الأحكام شروط القياس واحد أن لا يصادم دليلا أقوى منه فالاعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة إذا قلنا قول الصحابي حجة ويسمى القياس المصادمة لما ذكر فاسد الاعتبار مثاله أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها ما لها بغير وليه فهذا قياس مصادم للنص وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي أخرجه بعض أصحاب السنن اثنان أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة أو إجماع مثاله أن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على الأرز ويجري في الأرز قياسا على البر فالقياس هكذا غير صحية ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البر ليقاس على أصل ثابت بنص ثلاثة أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه مثاله أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له فيقال هذا القياس غير صحيح لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة وإنما هو تعبدي محض على المشور أربعا أن تكون العلة مجتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره كالإسكار في الخمر فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به كالسواد والبياض مثلا مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت قال وكان زوجها عبدا أسود فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود خمسة أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل كالإيذاء في ضرب الوالدين المخيص على التأفيف فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس مثاله أن يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا ثم يقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر فهذا القياس غير صحيح لأن العلة غير موجودة في الفرع إذ التفاح غير مكيل أقسام القياس باعتبار خفائه واحد الجلي وهو ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع ألف ما ثبتت علته بنص مثاله قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص حيث أتى بن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستنجي بهن فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس أخرجه البخاري والركس النجس باء ما ثبتت علته بإجماع مثاله نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي لثبوت علة الأصل بالإجماع وهي تشويش الفكر وانشغال القلب جيم ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع مثاله قياس تحريم إطلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إطلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما القسم الثاني الخفي وهو ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع مثاله قياس الأشنان على البر في تحريم الربى بجامع الكيل فإن التعليل بالكيل لم يثبت منص ولا إجماع ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان أقسام أخرى للقياس واحد قياس الشبه وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفين الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها به اثنان قياس العكس وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه مثال الأول العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما فمن حيث أنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر ومن حيث إنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة وقد وددنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها ومثال الثاني قولوه صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدق قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر أخرجه مسلم فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه أثبت للفرع أجرا لأنه وطء حلال كما أن في الأصل وزرا لأنه وطء حرام الدرس السابع عشر التعارض تعريف التعارض لغة التقابل والتمانع واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر أقسام التعارض أربعة واحد أن يكون بين ذلك دليلين عامين ألف ويمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقوله إنك لا تهدي من أحببت والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره باء فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسق إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول مثال ذلك قوله تعالى في الصيام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم فهذه الآية تفيد التخير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام وقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر تفيد تعيين الصيام أداءا في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما لكنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع أثابت في الصحيحين وغيرهما جيم فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضى أخرجه أصحاب السنن وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك أخرجه أصحاب السنن فيرجح الأول لأنه أحوط ولأنه أكثر طرقا ومصححوه أكثر ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم دال فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح اثنان أن يكون بين دليلين خاصين ألف ويمكن الجمع بينهما فيجب الجمع مثال ذلك حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم صلىها بميناء أخرجهما مسلم فيجبع بينهما بأنه صلىها بمكة ولما خرج إلى ميناء أعادها بمن فيها من أصحابه باء فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ مثال ذلك قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال جيم فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح مثال ذلك حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال أخرجه مسلم وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه تزوجها وهو محرم متفق عليه فالراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكنت الرسول بينهما أخرجه الترمذي دال فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح ثلاثة بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر أخرجه البخاري وقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقه متفق عليه فيخصص الأول بالثاني ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق أربع أن يكون التعارض بيدنا الصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه ألف ويقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به مثال ذلك قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر عشرة وقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فالأولى خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج متفق عليه وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها باء وإن لم يقرم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس متفق عليه فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهية عن عموم الصلاة فيها وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة ولا النسخ ولا الترجيح لأن النصوص لا تتناقض والرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن وبلغ ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره والله أعلم الدرس الثامن عشر الترتيب بين الأدلة الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس إما أن تتفق على الحكم أو ينفرد أحدها من غير معارض فيجب إثبات الحكم أو أن تتعارض ويمكن الجمع فيجب الجمع أو لا يمكن الجمع فيعمل بالنسخ إن تمت شروطه ولا يمكن الجمع ولا النسخ فيجب الترجيح قواعد الترجيح واحد في الكتاب والسنة يقدم النص على الظاهر والظاهر على المؤول والمنطوق على المفهوم والمثبت على الناف والناقل عن الأصل على المبقي عليه لأن مع الناقل زيادة علم والعام المحفوظ الذي لم يخصص على غير المحفوظ وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه وصاحب القصة على غيره اثنان في الإجماع يقدم القطعي على الظني ثلاثة في القياز يقدم الجلي على الخفي الدرس التاسع عشر المفتي والمستفتي تعريفهما المفتي هو المخبر عن هكم شرعي والمستفتي هو السائل عن هكم شرعي شروط جواز الفتوى واحد أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا وإلا وجب عليه التوقف اثنان أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره فإذا أشكل عليها معنى كلام المستفتي سأله عنه وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصلة أو ذكر التفصيل في الجواب فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا أو يفصل في الجواب فإن كان لأم فلا شيء له والباقي بعد فرض البنت للعم وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت لا ولا شيء للعم ثلاثة أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها شروط وجوب الفتوى واحد وقوع الحادثة المسؤول عنها فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة إلا أن يكون قصد السائل التعلم فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال اثنان أن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى ثلاثة أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا فإن ترتب عليها ذلك واجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخف فيهما يلزم المستفتي أربعة أمور واحد أن يريد باستفتائه الحق والعمل به لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة اثنان أن لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا وقيل يجب ذلك ثلاثة أن يصف حالته وصفا صادقا دقيقا كقول السائل إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر أربعة أن ينتبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب تماما الدرس العشرون الاجتهاد تعريف الاجتهاد واحد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق واصطلاحا هو بذل الجهد لإدراك أمر شاق حكم شرعي والمجتهد من بذل جهده لذلك شروط الاجتهاد واحد أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وحاديثها اثنان أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك ثلاثة أن يعرف الناسق والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع أربعة أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك خمسة أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات ستة أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله ما يلزم المجتهد واحد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له فإن أصاب فله أجران أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر متفق عليه وإن لم يظهر له الحكم واجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة الدرس الحادي والعشغون التقليد تعريف التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة واصطلاحا هو اتباع من ليس قوله حجة فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الإجماع واتباع الصحابي إذا قلنا إن قوله حجة فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لأنه اتباع للحجة لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع وللتقليد موضعان واحد أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ويقلد أفضل من يجده علما وورعا فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما اثنان أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ واشترط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها لأن العقائد يجب الجزم فيها والتقليد إنما يفيد الظن فقط والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته فإذا تعذر عليهم معرفة الحق بنفسه لم يبقى إلا التقليد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم والتقليد نوعان واحد العام وهو أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه وحكمه منهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتآخرين ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه وقال من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ولا عذر شرعي ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي وهذا منكر وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا فهذا يجوز بل يجب وقد نص الإمام أحمد على ذلك النوع الثاني الخاص وهو أن يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواء عجز عجزا حقيقية أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة وفتوى المقلد نوعان قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأهل الذكر هم أهل العلم والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين وإنما هو تابع لغيره قال أبو عمر بن عبدالبر رحمه الله وغيره أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم وأن العلم معرفة الحق بدليله قال ابن القيم رحمه الله وهذا كما قال أبو عمر فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد وحكى ابن القيم رحمه الله في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال واحد لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم والفتوى بغير علم حرام وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية اثنان أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره ثلاثة أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم المجتهد وهو أصح الأقوال وعليه العمل وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل وأن يكلل أعمالنا بالنجاح إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأهله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر